اه اه لمتى انا بدي اذنى اودي واجيب الطعام لزوجتي سوسي انا تعبت كثير كثير زوجتي سوسي في الشهر التاسع من الحمل وابصر متى رحتوا للطفل الصغير يا ويلي انا لازم ان اودي لها الطعام اللي اشتريت لها اياهم يلا يلا خلينا اساو مثليك افتح الباب يا سوسي يا سوسي يا زوجتي جبتلك الطعام اللي بدك اياه يا ويلي هاي هاي حطلي الطعام حطلي الطعام يا زوجي يا احمد يلا يلا بكفيكي بكفيكي جبتلك انا الكانديز وجبتلك كمان كيك وكمان كولا وجبتلك هوددوغ وبورقر وكمان جبنة ودجاج وكمان عسل يا سلام بدي اكل كل هده الاشياء اللي فيدي يلا يلا حط ليهم على الارض حط ليهم على الارض يا ويلي مش كثير عليك يا سوسي لا لا مش كثير مش كثير مش كثير انا جاعة بدي اكل انا حامل طيب يلا خلينا احطلك هون الكانديز وهون الكيك وهون المشروب الغازي وهون الهوددوغ وهون البورقر وهون الاتشيز وهون الدجاج وهوني كمان العسل واو والله اشي كثير كثير لزيز والله كثير كثير لزيز يا ويلي بطني صار كبير كثير كثير ايه يا ويلي الخفاش شو بسو داخل منزلنا يا ويلي منيح مكلتي وانت جالسة بتاكلي خليني اسويه يا ويلي هرب هرب مني كمان مرة تعالوني يا خفاش مثاليك مسكتك مسكتك مثاليك هيني مسكتو وين راح هاي طلعتو طلعتو من النافذة يا سلام والله لزيز كثير كثير يا ويلي مش قادر مش قادر هي هي يا زوجة السوسي تعالي تعالي شمي هوا من الخارج خلينا انا وياك نستريح بكفيك اكل وطعام والله لذيذي كثير كثير يا زوجي شكرا لك بدي اكل بدي اكل بدي اكل انا جائعة هي يا سوسي بكفيك اكل الطفل الصغير اللي بطنك صار غرقان في الاكل يا ويلي انا كثير كثير جعاني يا احمد انت مش شايفة كيف بطنك من الحمل صار مترين لقدام يلا عادي عادي مش مشكلة يا سوسي تعالي معاي وخلينا نتشمس بالخارج ماشي يلا يلا طيب يا سلام والله الطعام اللي جبتلي يا لذيذي كثير كثير نعم نعم لذيذي كثير يا ويلي حاس بطني بوجان كثير يا سوسي قد ما اكلتي قد ما اكلتي لا هيك شعور غريب اول يا ويلي زي كنت واحد ضربني ضربني عبطني شو اللي جالسة بتحكي فيه اي 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 يا ويلي يا احمد يا احمد انقذني بترجعك بطني بوجاني لا تكوني بالدكتولة دي لا تكوني بالدكتولة دي يا ويلي لازم ان اجيب السيارة ووديها على المشفى بسرعة بسرعة خليني بدأ اخذ هاي السيارة يا ويلي يا سوسي خليني خليني بدأ اصوي مثلك اقفز من فوق السور يلا يلا خليني خليني بدأ وديها عند السيارة اه يا ويلي احمد احمد يا ويلي بطني بوجاني كثير روح روح عالسيارة اركبي ورا عشان تتنفسي اركبي ورا يلا يلا يا ويلي باطني باطني تحملي يا سوس اتحملي انا رح اوديك عالمشفى باصرع ما يكون باطني بوجاني زي كنا في واحد بدرب على باطني يا ويلي شو اللي صار اول مرة انا ما بعرف شو بده اسوي اجيب لك زهور اجيب لك اشي لا مش وقت الزهور مش وقت اشي جي ودينا عالمشفى يا ويلي اجيب كانديز اجيب اي اشي ودينا عالمشفى بصرحة يلا يلا مش عارب انا اول مرة بمر بيك حالة يا ويلي مثل هيك خلينا اطلع اخ يا ويلي مش عارب اسوق اول مرة بسوق شو اللي تجالس بصير اخ هي سوسي هنا وصلنا يلا انزل انزلي يا سوسي يلا بطني بطني كتير كتير بوجاني هي هي بحك معاك هي تفضل تفضل شو بدك زوجتي بدها تأكل بدها تولد بدها تولد طيب اطلع اطلع فوق قسم الولادة بالاعلى يلا يلا تعال تعالي معايا سوسي يلا يلا تعال خدني تعالي مسك ايدي انسيتك سادقين انسيتك يلا يلا هاي هاي الممرضة هاي الطبيبة موجودة هون هي يا طبيبة يا طبيبة سوسي بدها تولد سوسي بدها تولد هي شو هذا شو اللي بتحكي فيه معقول هذا الكلام تعالي تعالي يا سوسي يا ويلي انا كتير موجوعة يا طبيبة اما كتير موجوعة يلا يلا نامي نامي على السرير بسرعة يا سوسي يا ويلي انا متحمس دي طلع الطفل الصغير يا طي يا زوجي يا زوجي أحمد وط صوتك أنا موجوعة أنا موجوعة كتير كتير هاي يا أحمد اطلع اطلع بره اطلع بره بدي أطلع أنا اطلع بره بقولك اطلع بره يا ويل طيب بدي أطلع بدي أشوف ابني الصغير بقولك اطلع بره يلا يلا أنا بدي أعرف شو بدي أسوي يا ويل يلا يا ممرضة بصير إيش في طفل الصغير رح أكسر راسك يا ويلي والله اني مبسوط كثير كثير هاي يا ويلي بطني بوجياني بطني بوجياني استحملي يا زوجتي سوسي طفن الصغير قادم قادم عشان نشوفه في الحياة بدي اشوفه بلعب مثل القرد من هون الى هون يا سلام خلينا اجه سو مثل هيك هاي لا بطني بطني يلا يا زوجة سوسي تحملي يلا يلا استحمل استحملي يا سوسي هاي اني فتحت بطنك بدي اطلع البيبي الصغير يا ويلي انا كتير موتوعة يا طبيبي انا كتير موتوعة استحملي استحملي الطفل الصغير قادم على هاي الحياة يا ويلي اخ بطني بطني يلا يلا بس انتظر شوي شوي يا سوسي رح نطلع البيبي هين فتحنا بطنك وبدنا نطلعه هاي يا ويلي دماء بخط من الدماء يلا يلا الان رح يطلع طفلك الصغير رح يكون مثل القرد تطلع بلعب داخل بطنك هاي من حاسيته بلعب كرة قدم اي بطني بطني استحملي استحملي هاي معاي هاي الادة الادة وخليني بدا فتح بطنك عشان اطلع الطفل الصغير يلا يلا مثل ايك اي هيي شو سميته الطفل الصغير شو سميته ما هيلك دخل انت طلعي بس بسرعة بطني صار بدي بوجعني طلعي يلا يلا رح اطلعلك يا شو قلتي لي اسمه الطفل الصغير طلعي لي يا بقولك بسرعة بطني بدي يتفجر يلا يلا مثل هيك اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يا ويل شكله مزعج كثير كثير حبيبي يا طفلي حبيبي واو كثير كثير رائع هذا يا أحمد كثير كثير خرافي واو أكيد هذا طفلي وأكيد يكون خرافي وبده يصير بطل خارق رائع كثير كثير صح يا طفلي اكتبونا تحت بالكومنتات إيش نسمي طفلنا الصغير الأسطوري هذا يلا يلا هاي هاي شو أعطيني 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 لا مش رح أعطيك يا هذا أنا الآن بدأ أوديه لعند سرير الأطفال لأنك ممكن أنت ما بتعرف تمسكه ايه صحيح شو صار بزوجة السوسي يا سوسي مين فتح بطنك مثل هيك هاي يا أحمد خلص خليك ساكت أحسن لي لأنني أنا مش قادر أتحمل مش قادر أتحمل خلص مثل ما بدك هاي طفلنا الصغير جالس بصرخ مثل مثل الروعان إيش رائع كثير يلا يلا بدأ أحطه هون واو واو تعال يا أحمد شوف هذا طفلك الصغير الرائع واو أخيرا لحظة الحاسمة الأسطورية اللي رح أشوف فيها طفلي الرائع كثير كثير يا ويلي هاذا سعدان وليش روح شيبه روح جيبه يا زوتي يا ويلي هاي يا سعدان يا سعدان تعال لهون يا ويلي ذا هيكد هو أول أول ساة أول دقيقة من حياته هو هيكد تعال لهون يا مجنون هاي هاي وين بدي يروح يا ويلي هاذا ايش اللي جالس بصير فيه تعال لهون مسكتك مسكتك يا طفل شو جالس بتسوي كيف هيكد انت كيف يا ويلي هاذا رح أسميه أكثر طفل صغير مشاكس في العالم شو هاذا موه موه بداره بداره موه موه ولك شو هاذا بداره عند ماما بداره عند ماما يا ويلي ما عمر شفت واحد طفل أول دقيقة من حياته بيكون مثل هيك يا ويلي يا ويلي بطنبو جان كتير وين طفل الصغير اللي تسع أشهر حمل في واخرش يهرب مني مثل هيك لا تخافي لا تخافي يا صديقتي سوسي شوية وهو وبيجي وبيجي واي يا سلام أماما ماما ماما بد야 أبوزك خموة حبيبتي ماما هاي يا ويلي شو هاذا الطفل الصغير انا بحلم ولا ايش بصراحة انا اول مرة بحياتي بشوف مثل هيك الطفل بتحرك من اول يوم في حياته انا اول مرة بشوف ايش مثل هيك وانا بصراحة اول مرة بحياتي باشوفش مثلك ماما بدي عليب بدي عليب الان راح اجيب لك حليب يا طفلي ورح اجيب لك كل شي يا زوجي احمد يا زوجي احمد جيب له حليب والعب كتير كتير يلا يلا بدي اروح اجيب له العب بالقليب بالقليب يلا يلا يا طفلي مضحك كتير يلا يلا هينشتريت لطفلي الصغير الجديد الأسطوري اللي اليوم نولد جبت له هاي العربة تبعت الأطفال الصغار البيبي وجبت له كمان هذول الحليبات الأسطوريات عشان يشربهم أنا صرت أب وأخيرا صرت أب مش مصدق الإشي اللي جالس بصير يا سلام يلا يا سوسي هيني قادم يا سوسي ارجع على المنزل عشان نكيف أنا وياكي يلا خلينا رو على المنزل جبت لك يا طفلي يا جبت لك يا طفلي عربة وحليب وكتبونا تحت بالكومنتات ايش نسمى طفلنا الصغير السعدان هذا شفتوا قديش هو سريع وكمان يعني أول مرة بحياتي بشوف طفل صغير أول ما يطلع من بطن أمه بيكون مثل هيك قرد قرد يلا يلا يا زوجتي أنا قادم يلا يلا هيني قادم يا زوجتي هيني وصلت على المنزل ايه يا ويلي كمان سيارتي أنا انسيت وين حطيتها كله بسبب زوجتي إنها ولد الطفل الصغير الأسطوري يلا يلا مثل هيك وبعدها سكر الباب يا ويلي ايه شو هذا الصوت هيني وصلت هاي هاي شوف يا زوجي أحمد هاي طفلنا الصغير الرائع نعم طفل رائع فيه يخفاش انت تقدر لك تفضحني تعالوا لك أسر راسك تكسير بديش أخليك تطلع صوت عشان ما تزعش طفلي اطلع بره المنزل يا ويلي هذا مجنون هذا بدي أمسكه تعالوا واحد غبي واحد غبي ما سكته أخيرا اطلع بديش أشوفك مرة ثانية يا خفاش روح يلا يلا خليني أنزل عند زوجتي وأشوف طفل الصغير الرائع واو رائع شو بدنا نسمي يا أحمد اكتبونا تحت بالكومنتات ايش بدنا نسمي طفلنا الرائع الصغير هذا وإحنا بالفيديوهات القادمة راح نسوي غرفة لطفلنا صغير نعم نعم اكتبونا كمان تحت ايش نسمي طفلنا ولا تنسي تشتركوا في القناة عشان نوصل مئة ألف مشترك عشان لما نوصلها نجيب الدري على اليوتيوب ونحط في كل مكان نعم نعم وهذا هو طفلنا الصغير الرائع نم 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 ها 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 الحمد لله